غادرت فجر اليوم أولى رحلات حج القرعة لعام 1443 هجريا إلى الأراضي المقدسة وأعرب حجاج بيت الله الحرام عن تقديرهم لما لمسوهم من تيسيرات منذ بدء عملية التقديم للحج وأكدت وزارة الداخلية تقديم كافة تيسيرات حتى انتهاء الحجاج من أداء الشعائر وعودتهم لأرض الوطن مع نسمات فجر الخامس والعشرين منذ القعدة لعام 1443 من الهجرة توافدت أولى أفواج الحجاج على الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولية تهفو قلوبهم لزيارة بيت الله الحرام سعادة غامرة ارتسمت بها وجوه الحجاج وزويهم وإشادة بالتيسيرات التي لمسوها خلال مراحل التقديم الوحد كان طبعا بيدعم القلبه ويعيط ونفسه طبعا يعني والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله أنا فجئت بالخبر ما كنتش مصدقة يعني بقيت فرحة عيط واتحك بعد العيد بأسبوع لقيتهم بيتسلوا علي ألف مبروك يا حج ما بقتش مصدقة من كتر الفرحة عياط إحساس رهيب إحساس مفيدة داخل ما بين الفرح ما بين البكاء حاجة كده غير يعني ما قدرش أوصفها لحضرتك يعني دعوة جاية من عند الرحمن وفي سهولة ويسرى أنهى الحجاج إجراءات السفر بمتابعات مستمرة لمسؤول البعثة لتزليل أي عقبات وتقديم كافة التسهيلات لراحة الحجاج وقد حرص مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحجة على وداع الحجاج وطمأنتهم على اتخاذ البعثة المصرية هذا العام كافة الإجراءات التي تساعد الحجاج على آداء المناسك بسهولة ويسرى كما استمع رئيس بعثة الحجة لطلبات الحجاج وطالبهم بالالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم تهفو القلوب وتشتاق لزيارة بيت الله الحرام دعية المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم وأن يغفر ذنوبهم مقدمين الشكر لوزارة الداخلية على الجهد المبزول في تسهيل إجراءات الحج إلى الآن لست مصدق أني مصدق إلى حج بيت الله الحرام إلى الآن كأني في حلم جاءت في الاسم كانت سهلة جدا وكانت ملصية جدا وكان عندنا جوب على الوطس بيقاصلوا معنا بيبلغونا بكل ما هو جديد وكل ما هو مطلوب مننا الناس عابلتنا برا وسألوا تشونا تساعدوين جاءوا الكلسي ابتسامة حلوة الزفات الشرطة محترمين فيه تسهيل مع الناس كلها رسالة الشكر وتقدير لستغرائش الجمهورية على كل ما تم لنا الحمد لله وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر غادرت أولى رحلات حق القرعة إلى المدينة المنورة وبعد نحو الساعتين هبطت بسلام الله بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز وسط استقبال حافل من مسؤول البعثة والسلطات السعودية التي باشرت عملها في إنهاء إجراءات ووصول الحجاج بكل سهولة ويسرى ليبدأوا رحلة الاستمتاع بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل البدء في آداء مناسك الحج